دلوقتي تقدر تعمل فيديو وترفعه على قناتك على اليوتيوب وتعمل عنوان وصفه وكلمات مفتاحية واستهداف مجاني من خلال الذكاء الاصطناعي في ناس بتعمل الفيديو وبتروح لحد تدل فلوس عشان يعمل لها السي يو على الفيديو اللي هو السي اي او لان انا مش فاهم يعني ايه سي يو اليوتيوب وازاي ان انا اعمل استهداف علشان خوارزميات اليوتيوب تبدأ انها تظهر فيديوهاتي في محرك البحث وتقترح فيديوهاتي مع الفيديوهات الاخرى بالذكاء الاصطناعي هتقدر ان انت تطبق سي يو اليوتيوب بشكل مجاني من خلال الموبايل وبسهولة جدا جدا بشرح لك النهاردة من افضل المواقع المستخدمة حاليا بالذكاء الاصطناعي تقدر تستخدمها مجانا بالموبايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب شرحنا قبل ايام برنامج كويس جدا لعمل سي يو اليوتيوب الاستهداف اللي انت بتعمله على فيديوهاتك من خلال الذكاء الاصطناعي والنهاردة بنكمل هذه الشروحات ولكن النهاردة بقى انا مش جايب لك تطبيق ولا اي شيء من ده انا جايب لك موقع هتكتف في جوجل هتدخل تبدأ ان انت تعمل السي يو لفيديوهاتك من خلال الذكاء الاصطناعي لأ ومن ايه كمان مش بجيب لك انا موقع بعيد ولا برنامج ده انا جايب لك جوجل نفسه اللي هو اصلا جوجل وليوتيوب هم مع بعض بنشرح مع بعض النهاردة جوجل بارد جوجل بارد هو روبوت بالذكاء الاصطناعي من انتاج شركة جوجل شركة جوجل عملت جوجل بارد للرد على الذكاء الاصطناعي الشهير اللي هو شات جي بي تي طبعا شات جي بي تي هو من انتاج شركة اوبن اي اي برعاية شركة مايكروسوفت تركيزنا في الفيديو ده على جوجل بارد هتقدر ان انت تعمل عنوان للفيديو هتقدر ان انت تعمل وصف كلمات مفتاحية حد قاعد معك كده فاهم وبيقولك تعمل ايه ويا ريت ان انت تركز معي لنهاية الفيديو كوبية شيء حلوة كده صغيرة وركز معي ممكن انت ولا انت لما تسمع كلمة الذكاء الاصطناعي تحس المضوح كبير يا عم حتى بنفهمش في الكلام ده والله يا اي حد يقدر يعمل الكلام ده انت لو ما بتعرفش تكتبي ولا تقري هتقدر يتعمل الكلام ده هنبدأ نفتح الموبايل ونفتح متصفح جوجل كورون ممكن انت كمان تضغط على النقاط اللي فوق وتختار اللي هو اصدار الموقع الالكتروني كده كأنك شغال معي من اللاب توب او الكمبيوتر اجي هنا في البحث واكتب جوجل بارد بالعربي طبعا انا مسجل دخول على متصفح كورون باي ايميل ايميل قناتي اي ايميل ما فيش مشكلة وكتبت جوجل بارد هنا في البحث ظهر لي نتائج البحث بهذا الشكل ابدأ ان اضغط على اول نتيجة بحث ديت اللي هي جوجل بارد اضغط عليها جالي بالشكل ده كده اضغط على تجربة اداة بارد بعد كده بيجي لي بالشكل ده يعني بيقول لك موافق وكده وشروط واحكام بقول له نعم اوافق بيقول لك لا يازال بارد عبارة عن تجربة اضغط على متابعة جالي بالشكل ده فتح معي حلو جدا انا حاليا دلوقتي حرفيا كأن واحد كده احترافي واحد بديله فلوس علشان يساعدني في ان اعمل استهداف لفيديوهاتي وافكار لفيديوهاتي انا عايز اعمل عنوان لأي موضوعات بقى انت موضوعات او محتوى قناتك العاب محتوى قناتك شروحات محتوى قناتك طبخ اكلات محتوى قناتك وصفات تدريس تعليم بتنجان اي شيء اكتب هنا وهو بيفهم بسرعة نفترض مثلا ان انا عايز اعمل عنوان للفيديو جذاب انا مش عارف اعمل عنوان ازاي عنوان جذاب لفيديو عن الربح من اليوتيوب 2024 وابدأ ان انا اضغط على ايه اضغط على السهم اللي هو في جنب البحث ده السهم الصغير ده جماعة شايفينه وهوت اضغط عليه ونشوف جوجل برضه يدينا ايه بدأ ان هو يجيب لي كلام وهوت بيقولك هنا فيما يلي بعض العنوين الجذابة لفيديو عن الربح من اليوتيوب 2024 الربح من اليوتيوب 2024 كل ما تريد ما عرفته كيف تربح الف دولار شهريا من اليوتيوب جيب لك عنوين وحاجات وبعدين جوجل واليوتيوب انتو عارفين ايه يعني قرايبة يعني نفس الشركة يعني فحنا ما جبناش تطبيق من برة هتبدأ ان انت تاخد عنوان من هنا او تبدأ ان انت تجمع عنوان من هنا جيب لك عنوين وكل حاجة جاهزة ونفس الكلام بقى قيس على الكلام ده بقى ايه لو انت عايز عنوان مثلا لو انا رجحت كده وكتبت مثلا هنا عنوان جذاب لفيديو عن شروحات للطلبة مثلا مثلا واضغط على السهم مثلا شرح الرياضيات كامل ومبسط شرح بطريقة سهلة وبسيطة جيب لك يعني عنوين هي تجذابة وجهزة طيب عايزين يا عم جوجل عايزين اه وصف لفيديو عن وصفة للبشرة وصف لفيديو عن كريم كريمة تفتيح البشر مش كريم كريم تفتيح البشر وندغط على السهم وننزل لتحت كده ونستنى لما يرد علينا في هذا الفيديو سنتحدث عن كريمات تفتيح البشرة سنناقش أنواعها ومكوناتها وكيفية اختبارها واستخدامها واجيب لك بقى هنا حاجات هي تقدر تاخد منها وتكون وصف اهوة يا جماعة شايفين وبالتالي يبدأ ان انت تكتب هنا مثلا عنوان جذاب وصف عبارة عن سطرين ليه فيديو على اليوتيوب عن ربح من اليوتيوب عن أكلات عن وصفات عن كذا كل حاجة موجودة هنا تعالي نكتب كلمات مفتاحية كلمات مفتاحية عن أكلات مغربية ونضغط على إسهم قال لك هنا فيما يلي بعض الكلمات الرئاسية عن الأكلات المغربية وقاب لك بقى هنا أكلات مغربية كتير تقدر تقدر انت تاخد منها أكلات مفتاحية تقدر تضغط كده مطول وتأخد هنا نسخ لاي حاجة من دي بقى تبدأ ان انت تأخد حاجات من دي تحطها في الكلمات المفتاحية لان دي هو توجيبها لك الحاجات اللي الناس بتبحث عنها كتبت هنا هنا كلمات المفتاحية عن الربح من اليوتيوب بيبدأ يجي لك هنا الربح من اليوتيوب كيف تربح من اليوتيوب طرق الربح من اليوتيوب اعلانات اليوتيوب شركات اليوتيوب المنتجات المادية على اليوتيوب الربح من اليوتيوب للمتدئين وجايب لك هنا جايب لك هنا كمان الكلمة وجنبيها شرح بيقول لك هنا مثلا الربح من اليوتيوب للمبتدئين هذه الكلمة الرئيسية تستهدف الاشخاص الذين يرغبون في البدء في الربح من اليوتيوب ولكن ليس لديهم خبرة فابدأ ان انا اخد من هنا يا جماعة كده يعني مثلا دي عجبتني اهيت اروح جاي واختها كده ضغط عليه مطول واختها كده مثلا اهيت واروح جاي اعمل نسخ وابدا ان انا اخدها احطها في كلمات المفتحية للفيديو وابدا ان انا استهدف في العنوان واستهدف في وصف الفيديو هي ديت افضل طريقة ان انت تطبق سيول يوتيوب على الفيديوهاتك بحيث انها تظهر في بحث اليوتيوب والمقترحات من خلال روبوت جاهز بتبدأ ان انت تشتغل عليه بسهولة وطبعا ده مجاني فالامور بسيطة جدا امور موبايل لو انت من لا بتطبق على كمبيوتر نفس الكلام فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كابول شئ محتوى على اليوتيوب وشاهد الفيديو اللي احنا عملناه عن الذكاء الاصطناعي قبل كده هيكون موجود برضو في وصف الفيديو في التعليق المثبت وبيظهر معك هنا في شاشة النهاية اكتب لي رأيك في تعليقات هذا الفيديو عن جوجل بارج بعد بتستخدمه تبدأ ان انت تدخل وتستخدمه وارجع اكتب لي ويقول لي ايه رأيك فيه ولو انت عارف اي موقع تاني او حاجة كويسة اكتب لينا في التعليقات واحدة نعمل شرح عنها لو انت مهتم بمحتوى قناتنا اشترك في القناة وتأكد ان انت مفعل الاشعارات على الكل علشان يصلك اشعارات بفيديوهاتنا وان شاء الله باذن الله الفترة القادمة بنعملكم مشروحات مفيدة جدا لكل منشئ محتوى ربنا وفقكم جميعا وتنجحوا على اليوتيوب وتربحوا من اليوتيوب في امان الله مع السلام